بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث الآن عن كيف يخرج الصوت لنبحث سويا في عظمة خلق الله سبحانه وتعالى لهذا العضو الجميل الحنجرة الحنجرة هو عضو موجود في أعلى الرقبة في المنطقة العليا من الرقبة تشاهدون الآن مقطعا للحنجرة من الداخل نتحدث الآن عن ثنيتين صوتيتين موجودة في هذه المنطقة هاتان الثنيتان تفتحان وتبتعدان عن بعضهم البعض أثناء التنفس وتقتربان من بعضهما أثناء الصوت لنشاهد سويا لاحظوا نتحدث عن حبلين عن ثنيتين صوتيتين موجودة في كل الناس ولكن سبحان الله لكل واحد مننا رجلا كان أو امرأة أو طفلا بصمته الخاصة بالصوت فسبحان الخالق هذه أو هذا منظر لما يراه الفاحس الطبيب أثناء التنظير لنشاهد معا هناك ما يشبه رقم سبعة هاتا هذان هما الحبلان أو الثنيتان الصوتية يمين حبل صوتي أو ثنية صوتية يمنى وثنية صوتية يسرى يلتقيان في الأمام ومفتوحان في الخل نكرر هذان الحبلان أو الثنيتان الصوتية يبتعدان عن بعضهما أثناء التنفس للسماح بإدخور وخروج الهواء ويقتربان أثناء الصوت السؤال يأتي هنا إذن كيف يخرج الصوت؟ كيف تستطيع هاتان الثنيتان أو الحبلان إخراج الصوت؟ لنستمع إلى هذه القصة عندما يريد أي من أي مننا أن يتحدث يبدأ بأخذ كمية جيدة من الهواء من الهواء فهذا عملية الزفير فيدخل الهواء إلى الرئتين عبر الحنجرة والقصب الهوائي وعندما أريد أن أتحدث أخرج هذا الهواء من الرئتين ويمران من أسفل الحبلان الثنيتين الصوتيتين في وضع الإنقباض يقترب الحبلان الصوتين من بعضهما أثناء إخراج الصوت ويخرج الهواء الخارج من الرئتين بينهما وتحدث موجة جميلة رائعة في الحبلين أو الثنيتين الصوتيتين فيخرج هذا الصوت الذي نسمعه جميعا ثم طبعا يمر على عضاء النطق فيتشكل بالكلام الذي نسمعه هذه الشريحة تبين شكل الثنيتين أو الحبين الصوتيين أثناء إخراج الصوت في اليمين ثنيتان مقتربتان من بعضهما أثناء إخراج الصوت وعلى اليسار ثنيتان مفتوحتان بعيدتان عن بعضهما وهي مهمة للتنفس لنشاهد سويا معا هذا الفيديو الذي يوضح لنا كيف يخرج الصوت أثناء الكلام وأثناء اقتراب الثناء الصوتية السلام عليكم أنا اسمي الحنجرة وهذا هو شكلي من الداخل كما يرى عن طريق المنظر أنا أتكون من غضاريف وعضلات بالإضافة إلى ثنيتين صوتيتين أو حبلين صوتيين سبحان الله نشاهد معا حبلان أو الثنيتين الصوتيتين يبتعدان لأخذ التنفس ثم يقتربان من بعضهما أثناء الصوت وتخرج هذه الموجات الرائعة المتناسقة بين في اليمين واليسار بدون هذه الموجات المتناسقة لا يخرج الصوت طبيعي فسبحان الخالق سبحان الذي خلق هذا العضو الرائع في جسم الإنسان ولكن هذان العضوان الصغيران يحتاجان إلى الكثير من العناية بالمناسبة طول كل منهما حوالي اثنين سنتيمتر فقط إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حديثنا عن موضوع كيف يخرج الصوت شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة